تشهد شوارع غزة استمرار عمليات انتشال جثث الشهداء تحت الأقاض مما يزيد من عدد الشهداء الفلسطينيين طبعا المقاومة الفلسطينية طالبت بمحاسبة الاحتلال على الإبادة العنصرية التي يمارسها أو تمارسها قواته لا سيما بعد إعدام طفلين بالرصاص الحي في جنين ونجيب بعض المحامين الذين تبنوا هذه القضية ويرفعون بالكيان الصهيوني دعوة قدام الاتحاد الأوروبي أو في الأمم المتحدة وكانوا يطلبون بمحامين أي حد يحب ينضم لهم في هذه القضية وقد بلغ عددهم 300 منهم محامون من أوروبا من فرنسا من البسجية ومحامون عرب كذلك هم أيضا بدأت هذه النقطة التي ذكرتها شعدي بدأت في فرنسا وانتشرت بعدين في أوروبا وأيضا حتى عندنا قبل فترة كان عندنا أيضا أحد المحامين الذي أيضا رح يشاركون كواتيين رح يشاركون أيضا في هذه القضية إن شاء الله نتابع مع دخول اليوم الخامس والخمسين على عملية طوفان الأقصى سلمت المقاومة الفلسطينية مساء الأمس عشر من الإسرائيليين المحتجزين في غزة للصليب الأحمر في الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى ضمن اتفاق الهدنة الإنسانية وفي المقابل ستفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن ثلاثين من الأسرى الفلسطينيين تشمله خمسة عشر طفلا وخمسة عشرة أسيرة حماس من جانب آخر تدعو لمحاسبة الاحتلال على إعدام طفلين بدم بارد في جنين قنصا بالرصاص خلال عملية اقتحام جديدة شهدت اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية مشهدا آخر يضاف لمشاهد التطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال أمام مرأة ومسمع المجتمع الدولي وفي غزة انتشلت فرق الدفاع المدني نحو مائتين وخمسين جثة للشهداء من الشوارع خلال الأيام الخمسة الماضية من الهدنة المؤقتة فيما لم تتعرف فرق الإنقاض على هوية الجثث بسبب تحللها لمكوتها فترة طويلة ملقاة دون أن تتمكن الفرق من انتشالها بسبب حدة الغارات الإسرائيلية والزحف البري من جانب آخر حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من كارثة صحية في القطاع المحاصر إذ يواجه مليون وثلاثمائة ألف شخص في غزة ظروفا معيشية قاسية تزيدها حدة نقص الرعاية الصحية والمواد الطبية واكتضاض المستشفيات بالجرحى والمصابين ترجمة نانسي قنقر